شيخنا نعود للإجابة على السيدة الأولى التي أرسلت لنا السؤال عبر المسنجر ثم بعدها نعود إلى أسئلة التي وردتنا عبر الهاتف نعم أولا نفيد الأخوة الأخوة السائلة بما يأتي بيانها هذه المسألة فيها جملة من الإشكالات الإشكال الأول عدم مراعاة الميزان الشرعي في العلاقات العائلية فإغفال الميزان الشرعي الطربوي الإجتماعي في العلاقات العائلية يؤدي حتما إلى حصول تجاوزات كثيرة منها ما استمعنا إليهم ومن مقتضاية هذا الميزان أن الزوج والزوجة كلاهما له أسرة يجب على الزوج أن يحترم أسرة أو عائلة أو أهل زوجته والعكس صحيح يعني لا يجوز شرعا أن يطالب زوجته بخدمة والديه بخدمة أقاربه وإذا حصل العكس يرفضه كقلب الوالدة أنتعك لا لا يعني هذا أمر لا يليق كان ميزان هي عندها أسرة عندها أهل لازم يحترمهم سلطة ما شرح إذا كان الوالدين أنتع الزوج يجيوا في أي وقت دون مراعاة لأوقات الزيارة بدعوة أنه هذا الدار أنتع وليدنا هذا لا يصح هذا لا يصح الآن نحن عارفين خاصة في هذا الوقت كي يكون العائلة صغيرة عندهم ذراري عندهم أولاد صغار حتى يقالوا على سبيل النكتة أنه اللي روهم يفوتوا الامتحانات اللي يجوزوا الامتحانات هم الوالدين يعني الوالدين نلقاهم في حالة من التوتر خاصة الأمهات وكأنهم هم اللي يفوتوا الامتحانات وبعض الأمهات قلت قررت كل شي نعرف الحساب نعرف الجغرافيات تاريخ الرياضيات نقرأ كل شي لأنها تعلموا ولادها عموما إذن العائلة كي تكون في هذه الظروف ولادهم في طرط امتحانات مشغولين يعني هما يكتفيوا بالحد الأدنى ما تطيبش كثير باش تعطي وقت أطول لولادها طربية والمتابعة وكذلك لأخير والأولاد انت عذروا كم يعلم الجميع عندهم نوع من الحساسية نعم عندهم نفشوش موجودة حتى هذا الأمر موجود إلى آخير خاصة أيام الامتحان أيام الامتحانة تزم حضور الوالدين خاصة الأم في هذه الظروف يا الله هي الزوجة مشغولة بولادها في هذه الظروف ويأتي والدي الزوج وربما الأقارب ويفوت ثم عطل والله يبدلوا كما نقلوا الجو إلى آخيره وربما لأيام وأيام طويلة نقولوا بأي حق بأي حق مدما كيش هناك ضرورة ملجئة لو كوا نظرك مثلا المرض يعني واحد يستقبل بابه ويما وربما الأقارب انتاعوا باش يعني يكونوا قرب للمستشفى وشي ما هذا القبيل ولا يكونوا يسافروا يجيوا باتوا هذه كل ليلة باش يكونوا قرب لمحطة صفر وشي ما هذا القبيل هذا مرم معقول أما هكذا يعني مع سبق الإصرار يقول لك نجيوا دون مراعاة للظرف ظرف انتاع الزيارة بالمناسبة مما نستأنس به في هذا الباب ما قاله ربنا عز وجل حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا نكتفي بهذا جزء من الآية وش معنتها معنتها الإنسان كي يروح يدير زيارة لأي واحد حتى ولكن يكون ولده ولا بنته ولا أخته ولا أخوه لا لازم يراعي الوقت المناسب للزيارة كما يراعي الوقت المناسب الاتصال الهاتفي ما جيش واحد يتصل على الساعة الثالثة صباحا وبعدين كي يرد عليه يقول والله غير جيت اتصلت بكم باش أستفسر عليكم وانطمئن عليكم كيف رهي صحتكم هذا ما كان أو كيف على الساعة الثالثة صباحا تقلق الناس إذن الاستئناس هذا مطلوب حتى تستأنسوا إذن حسن اختيار الوقت المناسب والاستئذان ما كان حتى حرج أن الوالدين ولا الأقارب يستأذنوا موليدهم يقولوا ما الله غير حبينا نزوركم وكذا إلى أخيره ذاك الوقت يساعدكم ما كانش هناك ضرورة ملجئة ما كانش هناك كما قلت حالة مرضية أو شيء ما هذا القبيل نحن الأفضل أن الأسرة العائلتان يعني الكلام موجه للعائلتين عائلة الزوجة يعني أهل الزوجة وأهل الزوج أنهم لازم يراعيوا ظروف هذه الأسر الصغيرة ما يزمش يحرجوهم ربي قل في القرآن الكريم وما جعل عليكم في الدين من حرج ربي سبحانه وعز وجل بغير فعنا الحرج لماذا يحرج بعضنا بعضا لماذا بدعوى الزيارة ربما بدعوى صلة الرحم كالذي يأتي مثلا ضيف يأتي يقولك أنا أخوك في الله نزورك في وقت ندي ثلث يام أنت يعي ويأتي وقت العيد مثلا نحن يأتي وقت العيد مخصص للأقارب للزيارة لاستقبال الزائرين ولزيارة الأقارب وصلة الأرحم إلى غير ذلك لأدري هناك أمور ذو يعني تدخل فيه ما يسمى بالذوق والذوق سلوك الروح كما يقول أحد الكتاب قال الشيخ عباس الله رحمه قال الزوق سلوك الروح يعني الاختيار الوقت المناسب للزيارة والمدة المناسبة للزيارة كل ذلك الأمر الآخر الإشكال الآخر أنه كي قالت له احتجت قالها يلا كي ما كي ماك ما يجيوش وكيفه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضر ولا ضرار لا ضر ولا ضرار بأي حق ينتقل من التطرف إلى التطرف وهذا من النقيض إلى النقيض هذا أمر مرفوض والمطلوب في شرعينا أن نلتزم الوسطية الوسطية بلا غلو ولا تطرف ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا نحن لم يكنش فيها تطرف لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة سورة البقرة الآيامية وثلاثة وربعين التزام نقاط الاتزام هذا الذي يحقق الوسطية والاعتدال الوسطية والاعتدال بمعنى بمعنى بيش حق يقول كيم ما كيم ماك ما يجيوش هذا حل ما هو حل ما هو حل شرعي ما هو حل أخلاقي بأي حق تقطع الأرحام إلى آخره من المشاكل اللي رأيه مطروحة أما بالنسبة للأخت الفاضلة قولها لا ننصحك بالطلق صحيح في حرج المطلوب أنك تستعينين بعد الله عز وجل بأهل الخير بأهل الصلاح يعني إما من عائلته أو من عائلتك بش يبصرونه بهذه التجاوزات ولا حرج شرعا سبحان الله ديننا يعلمنا الصراحة في كل شيء في الصراحة راحة ما كان حتى عيب حتى لو كانت تكلمي مع يعني مع عجوزتك ومع شيخك عادي يقول الله غير على بل كأن أطفال وقت الامتحانات وأنا نكون محرجة نكون مشغولة نكون كذا يعني أرجو تأجيل هذه الزيارة عادي هو ربي في القرآن الكريم سبحان الله والله غير سنرتاح إذا رجعنا إلى كتاب الله أربي قال فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم صحيح شكرا شيخنا مازالك زي تواصل معها لا لا نكتفي بهذا يعني نقول كياب أنتي ما تروحش للطلاق شوفي أهل الخير يتوسطوا إن شاء الله وممكن تكون جلسة عائلية هكذا وتتفهموا ما لا ضرر ولا ذرار التزام الوسطية والاعتدال هذا هو الحل السليم الفعال لهذا الإشكال إن شاء الله يا رب شكرا شيخنا على هذه اللفتات وعلى هذه الجوالات في سؤالي السيدة المحترمة ربما لقد أشفيت غليلها في مختلف الزوايا التي طرحتها ترجمة نانسي قنقر